السلام عليكم اخوتي وشراكم لا بس بخير كما اشتروا العنوان ان شاء الله هذه الحلقة اخيرة وان شاء الله هذا هو الفيديو اللي اخراني فالموضوع هداية عريض محرز والاسئلة اللي راهي جعل عريض محرز النتيجة اللي وصلت ليها سواء ممكن نكون غالط فيها او نكون فيها صحيح وانما الاحداث اللي مرة تلقيت حلي خلاص وصلت للحاجة اللي اللي راني نحوس عليها او اللي انتم ما طرحتوا لي الاسئلة وعام وانا يا وش هي وعلاش وش هي وعلاش وصلت للحل النتائج اللي انا عندي ما اقتنع بها مئة بالمئة انا ليه مش شي ضروري عليك تقتنع بها وانما ضروري السؤال الولاني علاش رياض محرز ما كما قلو ما يدليش بتصريحات ما هو السابب وطرحتوا حتى بين سبورت قالت ما هو السابب وقالت هناك فيه اللغز وكاين بزاف يعني يقع رو يقول لك علاش رياض محرز ما يهداش علاش رياض محرز ما ينطافتش علاش 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 لقيت علاش رياض محرز ما يهداش علاش رياض محرز ما ينطافتش والسؤال الثاني علاش رياض محرز ما يرحلش رياض محرز يرحل ورح نقول لكم ما هو السبب وقتاش يرحل وقتاش تعرفوا رياض محرزة رح يرحل قبل ما يرحل تعرفوا باللي راهوا في مفاوضات ولا رح يبدأوا المفاوضات ولا رح تبدأ الحالة تتحرك لتم ما تعرفوا باللي رياض محرزة رح يستقر وملومس زيدان كما قلت لكم للموضوع تعلانتقالات ملومس زيدان هنا يا أنا دخلت لي واحد القناعة بللي ملومس زيدان لأنه قد نحكي لكم نبدأ لكم أولا بش تفهموا مليح ومشالله هذا هو آخر فيديو على الموضوع هذا ومبعد نقول له نحلله على المباراة تلعب مليح ما يلعبش مليح ما يهمنيش دخل باديل ولا ما يدخلش باديل ما يهمنيش لأن خلاص السؤال وصلت له نبدأوا بالسؤال اللي اولاني لاش رياض محرز ما ما يدليش بتصريحات اللي بين سبورت قال لك عليش ما يدليش بتصريحات كان في بين سبورت يقولون انه يتبعون في العقل الجزائيه ويمنعونه. شفنا لاعبين ادلوا بتصريحات. محمد صالح ادل بتصريحات. وكي تتبعوا في محمد صالح وصائفه يقعدوا في طابلة واحدة ويهضروا في الموضوع تعريض المحرس. محمد واسمه ابو تريكا. ابو تريكا وش قال قلب صالح تم مارك مع راسه. والحاشية اللي قال المحيط اللي به يعني هنا يقصد الوكالات قلبوا يعني ناس خدامين. وبعد بدأوا يحكوا على الموضوع تعريض محرس. وفي بيانسبورت قال لك نحن نحاولوا نتصلوا بالمناجر تعريض محرس وبعد ما ما يقدروش يتصلوا به. نزيد الموضوع باش نبدال لكم في السؤال تاكم. الموضوع انه كي كنا نهضروا على العسابة ولا نهضروا على المجموعة ما يهضروا ما يلعبوش معه وكدا. تشوف اللي في الصفاحات الجزائرية كلها او حتى الصحافة نقصد كلها رهم معهم لكنه لم نحن نعمل بها تشوف عمر موضوع شفتوا الصحافة تقالبيت أو لتقول لك نهارس وبعد لنا ما ارس入 وقال لكم بالله راهو ساعد هنا خرجت للمنطقة ليش رياض محرز مايهضرش عرفتوا المناجر تعرياض محرزو عرفتوا المناجر تعرياض محرز بالله خافي وما يبانش وما يحبش يخرج للصحفة ما يحبش يخرج للعالم دلت لكم فيديوهات اللي يحب الموضوع هدا ما نقعدش نعوده كافة فهمتوا بالله الصحفي تعرياض محرز يحاول انو يتخبه قدر المستطاع قدر المستطاع حقيت لكم كيفاش نتاقل من السرسيتي لمنشي السرسيتي انه سجلوا على شركة واحدة واخرى هي جوارة في شام فروا به لافيرتع واسمه منشي السرسيتي وجبدوا روحو فهنا تحسوا باللي كي تشوفوا باللي المالاجات على رياض محرز تحرك للصحافة الجزائرية ويقول لهم باللي خلاص رياض محرز راهو ساعيد وكذا هنا تعرفوا باللي المالاجات لا يحب انه تخرج للضجع لرياض محرز بمراه الساعيد وليحب انه رياض محرز يخرج تصريحات اللي تضر هو بضر المالاجر لا تضر شها رياض محرز لان المالاجر هذا مراهوش حيب يبان كي يخرج رياض محرز بتصريحات ويقول باريكس ماني الساعيد ولا نحي بروح ولا ما رانيش راضي بالوضعية هذه تاع احتياطي يبدأ يخرج بتصريحات ويبدأ ينتافذ ولا يدير الامور اللينا نقوله علش مراهوش يدير فيها فهنا يا اي الصحافة العالمية قاع ما دام اللاعب راهو يقول ما راهوش راضي ولا يحسوا باللي اللاعب ما راهوش راضي وحيبي يبدأ ليقول له فالصحافة العالمية والانجليزيات تبدأ تحوس من هو المالاجر بتاعه باش تتساءل وتقول باللي تسقسي المالاجر تحب تدير حيوار تحب يعني كي يكون مشكل في اللاعب يحوسوا المالاجر بتاعه وشو سبب احنا مظلنا نشوفوا انه باريكزوم لعبي كي ما قولوا يقول مالاني الساعد وكذا انبعد صحافته تحسير المالاجر المالاجر يقول له مالاني هضرت مع النادي وحنا مالاني شرادين بهذه الوضعية وكذا فكمان بن جوجا ما يحبش تسرا هاد النقطة فهو يقول الرياض محارس انه ما دير والو بالعقل دخنفروها بالعقل دخنفروها يعني هو مالاجر راهو خايف على روحه ووش راهو يدير هال المالاجر الخارج نطاقس الرياضي يقول ماهان linkedola المهم انه المالاجر هادا μαراهو يبان على الساحه وجوامي شفتان منالجر ما يبانش على الساحه. المالاجر WagCamerage مستمر مع هذ المناجر رياض محرسكي كان في فرنسا كان لعب مشي لعب اصلا كان في الشارع ولا كان في نادي تحومة ولا وحلمو يلعب كورة قادم جاء له واحد قال له باللي اه حبيت نديك وعجبتني وانا ماناجر كدا جاء الحلم التاعو باللي يلعب فالمناجر هدا يده رياض محرسكي كان صغير ما يعرف صلاحه وده ومبعد جابوا الانجليز ومبعد حتى الديه للارسونال حكيت لطم الصفقة ما قدرت شتم ولي امور هذي يلي قطت لكم انه ماناجر مخفي كان انديه كبيرة دخل لكم فريال مادريس ما تقدرش تعامل بهذا الطريقة فيديو ان شاء الله ما يطوش ما تقدرش تعامل بهذا الطريقة فكي جاي ينتاقل يا خي صرات له امور بزاف صعيبة وهذه اللي راه يصار يا لانه هو دو كمارا وش مسجل على شركة واحد اخرى كما اللي كان مسجلها له على جوارة بيشان بشي فريلو الصفقة على مونشنستر سيتي فهنا الانديه خافت في هذه المدة ما صروا امور بزاف ومبعد حتى سجلوا على جوارة بيشان باش قدر يبيعوا للمونشنستر سيتي فرياد محرز هو اللي جابوه هو اللي بقى معاه هو شغل كما نقوله بقى لاسق فيه وهنا يا رياد محرز مونشنستر سيتي او الان حاليا رياد محرز ما يقدرش يهضر لانه كان يهضر يضر بالمناجر بتاعه والصحافة بتاعنا قتلكم باللي يعرفوا المناجر ومحبوش يهضروا على المناجر لانه هم مش حابين يضروا المناجر كان امور العلمين ضل على هدي اللي يجيتكم بهذا الفيديو قتلكم هذا اخر فيديو ما نقدرش نزيد من التصريحات كتر من هكذا لانه هادي هي النقطة اللي وصلت لهذا هو الحل اللي وصلت له انه كله هو راو يحاول انه يحمي مش يحمي انه ما يضرش كمال بن جوجب وانا ما نزيتش نهضر عليك على كل احد ولكن كان حل واحد اخر دوك نحبوها في اخر الفيديو تطفرت 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 هذا عليش قتلكم اخر بيديو ما زيتش نهضر لانه ها تطفرت خلاص صراحة ضاعت تلت سنين رياض محلز راوية كيما قولو راو يتحمل في المسئولية تعال انه بقى مع المناجر هدايا فهنا تشوفو تصريحات تحافي الدراج البارحة لكي فين دي بارون تحسوا باللي جامع جامع ابدع في كيما قولو في مدح دي بارون كيما اللي دار هالبارح تشوفو باللي بارك باش يكوفريو عالموضوع باش يكوفريو عالموضوع لان المناجر هدايا كيما كان امور تضروا كان امور تضروا وراهو هارب مع لباليش انا ما فهمت ما نقول لكم الاخوة مع لباليش ما نقدرش نتهم سيد وانما كان حاجة النورمال هدي معروفة لانه المناجر هدا مراوش حيبي يظهر وعلى بالكم بها خلاص كمينا علاش رياض المحرز ما وش حيبي يحضر هنا لي كومنتو ما اسك لازم يحضروا لا هذا عمر اخت واحد اخر وانما هو هدا المناجر تاعو المناجر التاعو المخفي ما وش حيبي يتجبدأ اسمو موش حيبي كده فرياض المحرز راهو يسائس عليه هذا ماكان تتعرفوا رياض محرز في الستر سيتي تشوفوا بللي عنده شخصية شوفوا معموش الستر سيتي المناجر هيدا نهار مدهل الاسمه قالت ما ما كاش يتوقع انه راح يكونوا لعيبين ضد رياض محرز و راح يصاروا هذا المشاكل ثم لو كان كيدا وما صاروا مشاكل لو كان المناجر يبقى مخفى و رياض محرز راوي يلعب و يكمل الكارير تاوف فظهرت له مادين ليجينات المناجر و جاءت ضد رياض محرز فهمتوا القضية و راه يدو كان جل رياض محرز و اقتشي انتقل رياض محرز يا خوتي الشيطة هذي انسى ينتقل علش انسى ينتقل مدام رياض محرز كي تدخل الصفحات تلقى بدون مناجر و اقتشي انتقل رياض محرز مالما تروحوا للترانسفار ماركت و تلقاوا مسجل عليك الشركة يكا من بن قوغام يطرقه و يروح يقول له خلاص رح شوف حياتك و شوف خير هذي يمليحه لك دير مناجر باش تكمل الكارير تاعك لها كان انسان طيب و انسان كينما قولوا سمعت باللي ان انسان انتيك و انما كان امور تانيك سمعت باللي كان امور اللي رك تهرب منها يعني قالوا لي عاقل كي تكون تهضر خلي الطفل هذا ما كان لما ركش كطب عليه خلي الطفل هذا ما كان هذي اولا تانيا كي تلقا و رياض محرز تسجل باش يروح رياض محرز الكاشن هذي لازم كامال بن قوغام يعاود يسجلو كما يسجلو على جورا بيشان فهنا يا رياض مشي رياض محرز اللي ما هوش حيب ما يقدرش يروح ما عندوش مناجر تقريبا عندو مناجر وهمي ما يقدرش ينتقل الكاشنادي واي نادي حتى ويروح كامال بن قوغام الانديية الكبيرة قاعد تتهرب هذي هي اللي قلت لكم ما نقدرش اللي زيدان لان زيدان ممكن جدا انه زيدان تطلب رياض محرز وكي رحوا يتحروا اللي 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 من بيراز يدخل للصفقة يشوف باللي هذا كمان بنقو قام ويسجلوا على شركة كيمان نيمار كانوا مسجلون على شركة الأموات تتحول منه ومن يقول لنا سمح لي ما جبتش نيمار نجيبها رياض محرز فهمتوا القاضية والراهي فهنا يتحس باللي رياض محرز ما هو حيب يهضر بش ما يدرش الماناجر التاعو لأن الماناجر التاعو راهو مخفي ولازم ما يبانش في الساحة تانيا للانتقال التاعو مستحيل ينتقل كيف تروحوا لطانسفار ماركت تلقاوا رياض محرز أو في الصفحات العلانية أو تسمعوا برلي رياض محرز غير الماناجر التاعو فهنا يتعرفوا برلي رياض محرز راح ينتقل فهمتوا وش هو راهي القاضية فهنا يا والصحافة راه يمشي راه يتدافع أو راه يتجي ضد رياض محرز الصحافة راه يتحاول أنه دير وش راهو يدير رياض محرز لأن الماناجر هو اللي يتصل بالصحافة الجزائرية فهنا هم يكوفروا عليه برق باللي بش ما يدرش هذا ما كان فهمتوا القاضية والراهي هذا ما كانش حل أبارمن هذا يا وإنما يا كامل بنكو ممكن جدا ناكي ما اسمعنا ريال مادريد قال لك اشتهدي ما رحش تجيب الصيف الجاي رح تجيب مهاجم ممكن جدا أنه كامل بنكو مقال لرياض محرز خلاص دخليك بالك 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 العلم عند الله أنا دخليت و سويس خممت بالك أنه ريال مادريد كيسمعه بل يحب التددي بصح المشكل أنه في الماناجر فكامل بنكو مراح يخلي رياض محرز يدبر فيه ماناجر ومنه صيف الجاي يكون رياض محرز يدبر ماناجر وينتقله رسميا بشكل شرعي إلى ريال مادريد أو ينتقل إلى نادي واحد داخر بشكل شرعي مشي ماناجر يسجلوا على ماناجر وضرهم يتحولوا من وضرهم يتحولوا من هذه هي القاضية هذه النقاط ما كان شرعي يضم حرز ما يقدرش يهضر وما يقدرش يخرج الصحفة يهضر لأن لو يخرج الصحفة مشي رح يضر الروح ولا يضر النادي ولا يضر رح يضر الماناجر بتاعه هذا ما كان والانتقالات كما فهمتكم ما يقدرش ينتقل ما دام عنده ماناجر مخفي الأنديات خاف تتعامل سورت كاين أنديات تدي وكاين أنديات خاف تتعامل وعلاش رياض محرز ما بدرش الماناجر حكيت لكم بل هو اللي جابوكي كان صغير رياض محرز ما كانش على باله كان مرياح جاه واحد يخدم في الرياضة داهد داهراه في في الانجليز ولكن صارت أمور اللي ظهرت تكشفت الحالة كعمل خاوتي أخر فيديو هادي هو محوله ما كاشوش نزي خلاص هذا ما كان تبقت نوقتاش رياض محرز يبدر الماناجر بشي بدرنا دي هذا ما كان تحب تعرف اللي رياض محرز رح ينتقل كيف دخلت القرارة مسجل علاك الشركة هذا ما كان خاوتي ما نطوش عليكم ونقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام